لندن ينضم إلينا عمر بشير مراسل الغد يعني عمر الحديث المتصدر من خلال أو خلال هذه الاجتماعات هو الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن ما هي آخر التصريحات بشأن هذا الملف قبل قليل في كلمة موجزة لها قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس في ليفربول قالت إن على روسيا التوقف عن الأعمال الاستفزازية القريبة من الحدود وحذرت موسكو من القيام بأي أعمال واعتداءات وعدوان تجاه كييف تجاه أوكرانيا وقالت إن هذا الموقف متناغم مع موقف وزيرة الخارجية الأمريكية الذي أيضا عبر يوم أمس عن موقف مماثل وهو رفض أي اعتداءات روسية تجاه كييف تجاه أوكرانيا والجميع هنا يؤكد على أن الأوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية مع كندا مع اليابان وزراء الخارجية لدول مجموعة السبع سوف يتصدون لأي اعتداء روسي تجاه أوكرانيا أيضا وزيرة الخارجية تختتم اليوم هذه اللقاءات وقالت وأضافت أن بلادها أن المملكة المتحدة مع الدول الأوروبية يدعمون كييف والحكومة الأوكرانية بكل السبل لتصدي لأي اعتداءات روسية في حين تنفي موسكو أي قيام أو تخطيطها لقيام أي اعتداء تجاه أوكرانيا كان عمر كان التروس أيضا ضعوات وتصريحات مهمة حول إيجاد بديل للغاز الروسي هل اتضحت معالم هذه الخطط البديلة؟ لم تتضح معالم الخطط البديلة هي قالت هذا التصريح بناء على أوراق ضغط تلجأ إليها بريطانيا بالإضافة لحلفائها في مجموعة السبع بريطانيا تتزعم الدورة الحالية لمجموعة السبع لذلك هي المستضيفة لهذه اللقاءات وهي التي تدلي هذه اللقاءات أي وزيرة الخارجية البريطانية بشكل أكبر من الآخرين على أي حال بريطانيا تقول إنه حان الوقت لتخفيف الالتزام أو الحاجة الأوروبية للغاز الروسي وهي أوراق ضغط أيضا بريطانيا بناء على مواقف موسكو تجاه كييف وتجاه الغرب بشكل عام وتجاه بريطانيا أيضا هي محاولات التصدي لروسيا والمعتدين الدوليين هذا المصطلح الذي جاء على لسان وزيرة الخارجية البريطانية المعتدين الدوليين بما فيهم الصين هذا مفهما من تصريحاتها خاصة أنها في المضامين قالت أنها ضد الأنظمة الشمولية التبسعية التي تقيد الأنظمة الديمقراطية وهي تشير وفق المتابعين إلى الصين وهذا ليس بأمر غريب عن بريطانيا فيها العلاقات المتوترة أيضا مع الصين في موضوع الغاز مرة أخرى هي ورقة من أوراق لم تفصح عنها بريطانيا ككل ما هي الأوراق التي سوف تقوم بها لمواجهة أي احتمال روسي بشن عدوان على أوكرانيا عمر بشير مراسل الغد كنت معنا من لندن شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر